هاي يا جماعة عزيكم ياربو كلكم تكونوا كويسين ومبسوطين نهاردة الفيديو هيكون عن مشتريات الشتة الشت خلاص داخل علينا ولو ان عندي هنا مفيش اي شتة خالص يومين في السنة وما ان يبقاش اصلا برض يعني يبقى جاكت خفيف كده او شال بيؤدي الغرض فمعني محب الشتة جدا اسمع ليش جبت حاجات شت بي برضو عشان لو وضعت مكان فيه شتة في الشتة او يعني هاي يومين الشتة اللي بيقوا في السنة كده لبسوا ديهم ويا رب الحاجات دي تعجبكم لو عازيني اعمل لوب بوك وانا لبس الحاجات دي اوليكم انا هالبسها ازاي او عملها ستايلين ازاي او نساقها عن بعض ازاي اقولوا لي تحت في الكومنتس وان شاء الله عملكوا لوب بوك هحيقول ان شاء الله قريب بس ويا الله انا ابتدي بالحاجات اللي جبتها عشان مطولش علي اول حاجة جبتها هو هذا البمتالون هذا من ماسيمو دوتي او ماسيمو دوتي او ماسيمو اسمه ايه كما انتم شايفين هي اللي مش عارفة الباترن باينة عندكم ولا لقى نقشة البمتالون بس هي النقشة اللي هي زي كروهات اسمها اين نقشة تلك صغيرة اسمها ايه اوه ه windsurf اسمها اعلم هو صوف اوه نقشة دي طلعة شيتة دي قلتوا لكي انا محبش الكلمة دي ستلازم اقولها موضة جدا بس في الالوان اللي هي غري مع ابيض مع اسود فانا لما لقيت ده حسيت ان هي نفس النقشة اللي الناس كلها هتلبسها او لبستها الشيتة والخريف ده بس على بيجو بوني فهتبقى مختلفة شوية gonna. دهilonتالون رج Lou Strait يعين مش رجلي نازل على واسع جدا وانا طويل هو طويل علي فانا هقصر شويةه شركة بقشة�도 وهو كامس الارض حسيته هيبقى حلو قوي على بوت يعني يبقى بنطلوم من بره ولابسه بوت هيلز يعني بوت عالي لونه بوني حسيت شكله شيك قوي مرتب كده وهيبقى مرتب في اللبس ممكن على هزام ومثلا هايكل من جوه لونها بيج يعني مضبوط على قد الجسم وعليها بونتو طويل بوني أو بيج حسيتها هيبقى شكله حلو قوي ممكن عليه يمشي لو بلوفر أورنج أو أحمر حسيتها هيبقى حلو قوي الأحمر كمان هتلاقوا في كل المحلات أحمر 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 في كل حتة انا محبش الأحمر قوي بس بس عاجبني سندي برضو يعني حسيته وهو الناس لابسها شكله هيبتدي عاجبني أنا أحب كل الألوان عامة بس فيه الألوان ما ما ببنش أن أنا ألبسها قوي بس فالبانتالون ده زي ما قلت لكم كمان لو عليه حزام بني هيبقى حلو قوي لأنه وزته مش واطي وزته في النص كده مش عاية ومش واطي بس فشكله لذيذ ومش شرط أنه عشان قماش وعشان ماسع يبقى فورمال يعني حسام مش شرط أن الهدوم دي تبقى بس للناس اللي بتشتغل أو كده لأ انت ممكن تعملي لها فايلي تخليها شكلها مش فورمال يعني ده كمان ممكن يتلبس على سنيكرز و تي شرت في الخريف يعني قبل ما الدنيا تشت قوي لأنه صوف تسليبسيها على تي شرت كده مكتوب عليها حاجة على كوتشي أو سنيكرز يعني جزمة رياضة قلت لكم كل الحاجات عشان تعرفوا محدش يسأل لي ايه فبس ممكن تنسقيها بكذا شكل ممكن تغيري شكل بالشرط عشان هو بانترون قماش روايسع يعني ممكن انت تخليك عشان وهبطل راخي وخش على الحاجة البعدها ثاني حاجة ثاني حاجة ده برده من مسي مودودتي زي ما نشايفين كلوبر عايز جدا رمودي فيه الحركة دي من قدام حسيت شكلها حل وحسيت يعني اغلبية ما عنديش اللون ده في كلوبرات ومشته حلوة اوي كمان مش تقيل هو مش صوف اعتقد يعني كمامه كبيرة اوي وجاية من هنا ضيئة خطة واسعة 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 وهنا مسكة فلما تشمريها بيبقى شكلها حلوة اوي مش شمارية منذ ايها الورا كده شوي بقى شكلها حل وهو علي طويل يعني ام مش عارفة هو عارفة وريك او لا وصه هو طول ايه هو علي طويل شوية لحد مثلا نوص الفهد او كده ام ده من الرجالي عادي جدا عجبني شكله وعجبني سعره كمان ام فجبته من الرجالي ادي ولا فرح معي ام ده هيبقى حلو على جينز ام او عارفين دوريتكو في مشتريات قبل كده جوب كلها كلها تليتت سكرت اللي هي بليسي ام سودا هيبقى حلوة قوي عليها هي مش طويلة قوي يعني هي سيارة سنة فهيبقى حلوة لو لبستها ولبست بوت سويت طويل وعليها كلها حلوة قوي وكمان عندي شتوي برضو ميدي سكرت يعني اللي هي تحت رجبة بشوية حساها تبقى حلوة برضو لو لبستها على بوت بس مش بوت دايق بوت واسع معانا دلوقتي البوتات اللي طالعن هي زي الشراب هي دايقة دايقة بالضبط على قد الرجل بس مع الحجاب يبقى شكلها غريب جدا وميفعش تدخلي جواب قمطانون ولا اي حاجة فالبوت العادي اللي هو بيبقى يعني يعني مريح يعني شمسل كده عشان ما يبقى شكله مش حل لو انت مش محجبة هيبقى حلو قوي البوت اللي هو الدايق قوي فبس انا فكرت كده بدل ما يعني كل حواليك تحسيم في الشتة لابسين بلوور و جينز و بوت جوال جينز فلو انت عايز تغياري ممكن تجيبي يعني ميدي سكرت تلبسيها اللي هي تحت رجبة بس تبقى تحت رجبة بشبر يعني مش تحت رجبة على طول وتلبسي عليها بوت ما يبقى شدية بس هوريكم لبعده ده برده من مسيمو دوتي مش عارفة هيبقى باين ولا لا لأ لانه اسود خالص هو زي ما يكون فيه حتة فيها دفاير و حتة فيها خلوط و حتة جاية من هنا بالجمب كده الدفاير جاية من الجمب هنا و من هنا ستريت و قصير من قدام و طويل من ورا وهو يعتبر اوفرول كله طويل يعني مش قصير هوريكم طوله دلوقتي شايفين يعني هو مش مش بلوبر قصير يعني دلوقتي البلوفرات اللي هي الكروب اللي هي يعني عند الوست كده بالظبط شكلها حلوة اوي بس لازم تلبسي بتاعتها حاجة لير واسعة او كده عشان ما تبقاش شكلها مش حلو معاني شاب لو انتي محجبة لو انتي محجبة هتبقى حلوة اوي لو لبستيها على جينز هاي وايست وهي البلوفر قصير اوي كامل هنا بيبقى شكلها ليز اوي ده انا فكرت تلبسه حاجة هوا اسود اوي كده و غيمئ وبعدين هاي كولد او شايفين فاول بتاعته فدي تبقى حلوي اوي لو الانتت كده من هنا ويبقى ليشارف من جوه هيتشكلها حلوي اوي هي شكلها لذيذ مرتبة كده تحسيها اسكن افسها كده ده فكرت تلبسه جي عشان هوا اسود غيمئ كده هلبسه هلبس تحتيش شميس طويل اوي لهو الحد الرقبة مثلا ابيض وسكيني جينز ومن تحت بقى سنيكرز أبيض أو اسود أو بوت أو حتى بوت لحد الربع وممكن كمان ألبسوا على نفس السكيرت اللي قلتلكوا عليها اللي هي البليت اللي بليسي هيبقى شكله حالو برضو بس عشان هيبقى اسود في اسود فهقلتلكوا على الشميز الأبيض ده سوري عبدأ بشكل فعشان هيبقى اسود في اسود فهل بستحتيش يميز أبيض طويل عشان يكسر لون الاسود عشان ما بقى شكله كئيب قوي معانا الاسود يعني قيد الألوان بس برضو ما بحبش اسود في اسود في اسود كده مش أنا مش شخصيتي يعني معانه بيبقى حلو جدا على ناس بس أنا عم حسش ان أنا عم لبسان وزي ما قلتلكم مش عارفة باين ولا أبصه هو قصير من قدام وطوين من ورا شكله لزيز قوي معانا يبان كئيب بس في اللبس بيبقى شكله شيء جدا بزيت لأن الهيكول دي لما بتتاني كده ويبقى الإشارة من جوه هيبقى شكله حلو قوي وكمان ممكن عليه وعرفة ان هو فيه ديتيلز كتير وفيه كولا كبيرة بس أنا بالنسباني مور ذ مور ممكن ألبس أكساسوريز كتير عايدي جدا فلو لبست عليه زي ناكلس كده كبيرا لو نقلونها مثلا أحمر أورنج حسا هتكسر الأسود لأنني حساها قئيبة قوي بس ممكن تعملوا له انتو ستايلينج يعني هاتبيز ممكن تعمليها ستايلينج بأي طريقة ويبقى شكلها حال بعد كده بلوفر كمان ده من H&M دايما شايفين قد البحر شايفين عريض الزيز كبير قوي حتى مغطيني مش بينا فيه دهوير كده من النص وكل ما مقصيارة وهو مفرغ يعني ومشته خفيفة مش تئيلة هتقولوا لي ايه كل ده نعم بي ايه دلوقتي او مش دلوقتي انا بالنسبالي شايفا الـ منتشر برضو اللي هي الحاجات الواسعة قوي اللي هي بتبقى واسعة وانت ضيع فيها كده في النص ده هيبقى حالي اللي هيηء لو لبستي او انا في بالي ان او هلبسه على فانطرونหน Female Skyny 板 لانه زي ما نشروه贝ي ما هي واسعة ومشكلته انه نضيئ قصير شوية مش قصير ولحد نصف فقه اليه كبير ونظر انه قصير لو لبسته على خفيف شوية في ممكن loudly تبست له حاجه طويلا شوية اللوني مثلا ور انت تعرفيني انا اصلا انن تعد به الأميرة الكلاسيكيية ولكن الشتاء بالزادة لازم فيه لون كده يدائك في النس كده يفارقها كده هيبقى شكله حلوة قوي وعشان هما هو كمام قصيرة ممكن تلبيسي تحتي أي حاجة يعني شميز ممكن تحتي تلبيس تحتي شميز غري مثلا و بانطالون غري هيبقى شكله حلوة قوي مش عارسة فينا ستين ممكن ما يعجبهاش هذا السايل ده ولكن انا حساها حلوة وحساشت تبيقى قوي يعني الهدوم الواسعة المريحة كده تبيقى قاعدة كده مبسوطة ومرتاحة فيها وده يعتبر يمشي خريفيا لانه مش تقيل قوي فالفترة اللي في النس دي ليم تحتاجيش فيها جاكت ممكن تلبيسيها لطلعه حلوة قوي وده هو آخر ايتم في الهدوم زي ما نشايفين كل الحاجات اللي جبتها هي نيتوير يعني حاجات زي ام زي قماشتر فولورات كده مش مش عارفة القماشة دي تتموها ايه زي التريكو وهو زي ما نشايفين دفوير رفيعة كده ناسلة وهو مش طويل للارض يعني في بينه وبين رجليكين تحت شبر كده وفي فتحة من الجانب من هنا صغيرة الاخر حسيت شكله لذيذ جدا هو مع حزام بس مش عارفة حزام مراح في حتة بس مش عارفة راح فيه فلما مش عارفة شايفين فاهمين فكرة اللي هو بيمي فوق وزي جابونيس كده يعني مش نسكم هو يبان نسكم بس هو مفتوح كده من هنا بس وطويل والحزام يتحط في اي حتة انت عايزة تحطيها لما تحطيه على الوسط وتربطيه في يومكا بيبقى شكله طحفة بيبقى شكله بنوتي جدا بنوتي بنوتي جدا وحل وقوي وفكرت ألبسه ازاي بس في الخريف قبل ما الدنيا تشتي قوي يعني على اخر عشرة احنا في اخر عشرة مش عارفة تشتي امتا يعني بس نقول عنوصح دوشا لما يبقى مش برد قوي متقداري تلبسي حالي خفيفة هلبسه هلبس تحتيه شميز ممكن شميز ابيض ممكن شميز جينز أي لون وهلبس فكرت لي فكرتين يا اما هلبس تحتي سكيني جينز و بوت قصير يعني انكر بوت لحد الانكل كده يعني البوت القصير يا اما هلبس زي لاجينز او كولون لان زي ما فكره طويل جدا فمش هيبان ان انا لبس لاجينز او كولون تحتي والبس بوت عيلي هسا هيبقى شكله لذيذ قوي مع الحزان بداعه والحزان من نفس القماشة و تربطيه زي ما انت عايزة ممكن تربطيه ربطة واحدة ممكن تربطيه في يونكا ممكن تحطيه بس كده كأنه كأنه سكارف رفاية ولما الدنيا ببرد شوية ممكن يبقى حالو على مونتو طويل خالص بيز او بوني او حتى اسود لانه هو لون كرام فيمش عليه اي حاجة ولو انت مش محجاة وممكن تلبسي كده في الخريف من غير اي حاجة زي كأنه درس ولما الدنيا تشتي شوية الجيسي تحتي مثلا هاي كور وخلو وغلوت سيبقى شكله هلو قوي يراب تكون الحاجة على بيتكو انا عارفة الحاجات اللي بنائيها ممكن ما تكونش اي حد بنائيها او يعني مثلا ممكن تكونوا تشوفوها في المحل وانتقولوا عادية بس هي الفكرة كلها انتباس بتاع جمي وبيجي في ماغي كذا فكرة ممكن البسها بيها عشان كده بجمها وبقول لكم ممكن البسها ازاي وبس لو عايدين اللوك بوك ولولي كي حاجة كمان بسيتا وريها لكم هي احلى حاجة وهها dalنا والاضح مادرش اعمل فيديو من غير محطة بيظارة يعني مستحيل اكيد تعرفتم ن Ansch�를يصة افكار MANUAR تダا طبعا انتباه صدمة لاملاقس كثر كزما mustard او لون المسترده او Fernse حsw منع انتوا عايزين تقولوها بس انا عقبتني جدا وحسيتها شيتوي جداً انفع صيفي كمان بس حسيت اللي هو كولكشن اشتتها كله بكل مكان وشفت الجزمة دي بتنور كده من بعيد قصديت فاعتي دي انا هجبها استهى وبعدين قلتت لا لا اخر ومشيت من المحل وثلاث وبعدين رجعت تاني اللي بستها وبعدين مشيت تاني بعد كده كلمت مامتي وكلمت صاحبتي قلت لهم شوفوا الجزمة دي استعديني مش قادرة قرر قوية هديها شكلك فيها فكبتها طبعاً بصوا جميلة زي تحسوها رغيبة تحس انتو لو لبستوها مع لبس السادة خالص هي لاتخلي لبس انتو وعليها من هنا زي اسمه ايه طووس مش عارفة باين ولا لا شكلها جميل قوي ونونة حلو قوي شكلها بناتي كده حلو قوي بجد اعجبتني وفي اللبس شكلها الجنن يعني لو لقيتوها وكمان هي تنفع صوري ان ينفع لو جديها هتوعد معاك فترة طويلة لانها موديلها عادي جداً الجزمة دي من الستينات موجودة الموديل المبوز ده هتوعد معاك فترة لان انت ممكن تخليها صوري بس فتلبسها في المناسبات فتحفظي عليها ممكن خرجة بالليل تبقى حلوة حتى هنا في ناس بتلبس عارفين المانولوس دول اللي هما فيهم سترس من هنا وكده الناس كلها بتلبسها هنا الصبح اصلاً ما بقاش فيه حاجة صوري وحاجة الصبح وحاجة كده كل اللي عايز يلبس حاجة بيلبسها فدي حتى لو لبسيها على جينز و تي شيرت سادة بيضة هتخلني الطائم وينطق وينشكل هلوى اوي بس رأيكم فيها ايه؟ قلولي حلوة ولا وحشة ولا ايه؟ بس ياريت يكون الفيديو عجبكم وهستنى تعليقاتكم في التعليقات من تحت بس اشوفكم على خير في فيديو جديد باي باي